اليوم راح نحضر معكم شاور ما اللحم بالمنزل بطريقة احترافية ويلا نبلا بداية في عنا كيلو جرام لحم خروف طازج فريش راح نقطعه على شكل الشرائح وفي عنا طريقة ثانية للتقطيع ونقدر نفرزه بالفريزر لمدة ما يقارب ساعة ونصف ومن ثم نعمل على السكين بشكل مائل مثل مظاهر امامكم على الكاميرا ولكن اثرا نقطعه فريش نحن كون الوقت ما كان يعني يسعفنا راح نوضعه داخل الاناء وطبعا لازم يكون شكل اللحم تقطيعه على شكل الشرائح حتى يكون ناضج وبنفس الوقت تكون مناسب للوصف اللي علنا عنا راح نوضع نصف ملعقة ملح نصف ملعقة فلفل اسود ورح نزل عليهم ملعقة معجون دبس الفلفل اضافة لملعقة لبن زبادي وما يقارب ملعقة زيت زيتون حتى يساهم بالنضوج السريح ورح نبدأ بتخليط المواد المضافة على اللحم حتى تصل لكافة اطراف القطع ويكونوا بنفس الوقت متشربين للتبلة وبمجرد وصول التبلة الى اللحم بشكل متساوي راح نوضعه بالثلاجة مدة اربع ساعات ورح نبدأ بتقطيع الخضار على جنب نبدأ بالبصلة نقطعه على شرائح كمان مثل ما ظاهر امامكم على الكاميرا وطبعا كمية الخضار على حسب الذوق والرغبة بتحبوا تزيده وتحبوا تنقصه وامر عيد لكم في عنا حزمة بادونس راح نقطعه ونفرمه بشكل ناعم حتى تكون مناسبة للساندويش الذي سيأتي تباعا ان شاء الله معكم ورح نزل بادونس والبصل في عنا هون ارنفليف الحمراء راح نقطعه او نشتزئ شيء منه تمام حتى نوازن بالخضار بالنسبة للكميات وبالنسبة لحم الخروف مختلف جذريا نوعا ما عن اللحومات الاخرى ما منحفز او ما منشجع باضافة كميات كبيرة من البهارات او حتى التوابل كونه لحم الخروف بحد ذاته طعمته الزاكية ويوضع على المائدة او داخل الوصفات للتنكيه والتزيين في عنا ليمون وقشرناها راح نقطعه على شكل مربعات ورح نضيفها فوق البادونس والبصل والفليف للحمراء كما يظهر امامكم الان وكون الفليف للفريش حلوة راح نضيف بابريكا ربع ملعقة مدخنة حتى ناخد نكهة الحدودية اضافة لنصف ملعقة سماء مطحون ورح نبدأ بخلط الخضار مع بعض البعض اضافة للبابريكا والسماء المطحون طبعا السماء المطحون الى مزة حموضية وننسى في عنا ليمون الان بعد اربع ساعات طالعنا اللحمة من الثلاجة ورح نضيفها داخل الصاج على النار على النار طبعا متوسطة ونبدأ بتحريكا ورح ننتظر ثمات خرج الماء المحتبسة داخل اللحم والجف على ارتفاع درجة حارة ورح نبدأ بتقليبة كل حين واخر الآن في عنا ثلاث حبات طماطم ورح نبدأ بتقطيعون كمان على شكل الشرائح مثل ما تحدثنا حتى يكونوا مناسبين نوعا ما لشكل الوصفة وفي عنا نصف ملعقة طحين وربع كاسة ماء عادية رح نخلطهم مع بعضهم البعض حتى يكونوا مادة لاصقة على خبز التورتيلة الذي سيأتي معنا ان شاء الله وبعد مضي 20 دقيقة على وضع اللحمة داخل الصاج طالت بهذا الشكل شايفينه رح نوضع عشر دقائق اضافة على نار شبه هادئة تمام ورح نقلبه مثل ما تحدثنا في الكم دقيقة حتى نضمن النضوج العلوي والسفلي وإيصال الحرارة والنار على كافة أطراف القطع تمام رح نوضعه على نار أشد خفاضا من النار الأولى ورح نوضع الجريم أو المقلات ورح ندهن سطحة بإفرازات الدهون وطبعا آثرنا دهن المقلات بالدهون الناتجة عن اللحم للتنكيه حتى يتنكه الخبز وأيضا حتى نتقي التصاق للخبز أو احتراقه بالمقلات في عنا هون خبز التورتيلة رح نبدأ بوضع البقدونس مع البصل والفليفل الحمراء والسماء والبابريكا تمام كبداية يعني ورح نضيف عليه الطماطم المقطع على الشكل شريح طبعا من نصف الخضار متما تحدثنا أمر اختياري تحبوا تضيفوا أنواق أخرى من الخضار أمر عادي لكم ورح ناخد من اللحم الحار المحموس داخل الصاج ونوضع داخل الخبز مع الخضار مثل مظاهر أمامكم على الكاميرا وبالنصف لخبز التورتيلة يسمى في تركيا بخبز اللواش متوفر في كافة المولات وعند البقالة والماركتات بعد ما فرغنا الآن من وضع اللحم مع الخضار رح نبدأ بدهن الماء والطحين على أطراف الخبز وطبعا متما تحدثنا الماء والطحين مادي لصف خبز تمنع الخبز من التفلت وبنفس الوقت بتضمن عدم خروج الحشوة الداخلية أثناء التحميص على الجرين أو على المقلات الآن رح نوضع بعد ما حمينا المقلات على درجة حغارة معينة طبعا ما تكون يعني عالية ولا مخافضة بنفس الأوان لازم تكون متوسقة ومنجرد ما نضج الساندويش من الأسفل رح نقلب على الطرف الآخر حتى يكون اللون موحد وبنفس الوقت مقرمش إلى حد كتير كبير وطبعا بكل بساطة يمكن استبداله بالخبز العادي أو العيش المتوفر عندكم الآن بعد ما فرغنا من تحميصه على المقلات رح نقطع الساندويش بشكل مائل حتى نفرجيكم داخليا كيف صارت شايفين ما شاء الله تبارك الله شكله منظر وطعمه وبنفس الوقت يعني فوق التصور الآن وبعد ما وضعناهم طبق التقديم وزيناهم كشكل نهائي بالبقدونس والبصل والفليفلي مع الليمون وقطعنا الساندويش بشكل مائل طلعوا بهذا المنظر الشاورمة اللحم بالمنزل بطريقة سهلة وسلسة وطعمة لا يمكن وصفة عن طريق التعليق الصوتي بتحضروه على نفس الطريقة وبتضيفه نفس العيارات والمقادير وبتاخده نتيجة مبهرة لا يمكن وصفة على الإطلاق ونهاية بنكون فرنة معكم من تحضير وصفة الشاورمة في المنزل بطعم لا يضاها لا تنسون المشاركة والنشر حتى نستمر معكم ونوافقكم بكل جديد كان معكم الشيف محمود درويش من المطبخ خرافي وإلى وصفة مقبلة